موسيقى مشاهدين سنذهب وإياكم إلى فقرة مسجلة عن إطلاق العيارات النهرية بالأفراح والأعراس ومضارها وما تسببت به للمواطنين في هذه الفقرة تحياتنا لكم مشاهدين أكيد مكملين معكم في برنامجنا حديث اليوم واليوم رح نحكي عن ظاهرة إطلاق العيارات النهرية في الأعراس والمناسبات ولا عم نشوف الظاهرة منتشرة بشكل كبير رغم خلينا نحكي كل التوعيات والتنبيهات لهذا الشيء الظاهرة هي ظاهرة سلبية وخطيرة على حياة البشرية من خلال مناسبات الأفراح وقيامهم في إطلاق الرصاص الحي دون مراعاة لسلامة وحياة المواطن وتعرضه للقتل من جرى استخدام هذا السلاح اليوم موجودين معنا عدة شباب نحن فخورين فيهم اللي موجودين معنا طبعا أشخاص أصيبوا بعيارات نارية داخل الحفلات ومعنا كمان أشخاص لم يصابوا بعيارات نارية رح نحكي معهم أكتر هم أصحاب حملة توعوية لهذا الشيء بدي تسمحولي أرحب بالسيدة نسرين أهلا وسهلا فيك يا نسرين والسيدة نغم وسيد همام المجالي أهلا وسهلا فيكم بداية أن الله يعطيكم العافية وإحنا اليوم موضوع جدا مهم بدنا نحكي فيه وهذا الموضوع بدي تحكولي أول إشي عن الفكرة الفكرة اللي خطرت على بالكم لحتى تحكو عن هذا الشيء بدي أسألك نغم نغم احكي لبداية المشروع احكي لنا عن دوافعك بهذا المشروع انت هو الإشي دفاع للموضوع بدايتها أنا بالألفين تلات عشر اتضرت لعيار ناري نعم فقدت عيني من العيارات النارية كيف كيف احكي لنا عن الموضوع كنت على باب البيعات نعم وأجت نترك أنت كنت مشاركة بالحفلة لا مش مشاركة نعم على باب بيتك فجأة اجت طلقة فيك وين اجت وين أصابتك على عيني على عيني وأنت بأمان الله واكفي قدام باب بيتك بغض النظر شو كنت تعملي أو داخلي على باب بيتك اجتك الطلقة بعيني شو صار بعضيها فقدت عيني رحت الشبكي بالعيان الحمد لله فقدت عيني فبلشت معاناتي مع العيارات النارية كيف فقدت عيني صبيتي فقدت عينها بداية ذات الموضوع تعبت نفسي كيف ان صبيتي رحت عينها طيب انتي لما انصابت عينك نحن هلأ على ما يبدو انه ما شاء الله عينك هلأ تمام مزبوط اين تصارت هذه الحادثة بال2013 بال2013 يعني قبل خمس سنين تقريبا مزبوط كيف عادت تعاني من هذا الشيء لا اليوم بصراحة نبعانة بس انتصارت على هذا الشيء وطلعت بفكرة انو والاستاذ همام المجالية فكرة انو اسس جمعية للمتضررين من العيارات النارية لانو انا شعرت بالمتضررين من العيارات النارية وعشت معاناتهم كيف بتعبوا نفسيا كيف انو العلاج علاج المتضررين بكلف عالي نعم عالي جدا نعم فطلعنا فكرة الجمعية اسسنا جمعية نغم الحياة الخيرية وكانت فكرة الجمعية منه من همام المجالية هو المؤسس للجمعية وبنشتغل على اكثر من حالة انت كيف جوزت هاي الحالة احكيلي بصراحة انو اللي كان معي اللي جوزت الحالة هاي انو همام المجالي هو اللي كان معي هو اللي خلاني اتجوز هاي الحالة طيام طيب رح نحكي اكثر مع نسرين نسرين انت عندك تجربة مع الاصابة ايضا بعيارات نارية احكينا عن هذه التجربة انا لما كان عمري اربع سنين اجتني رصاصة طيش براسي من اربع سنين من عمرك اربع سنين لما كان عمري اربع سنين نعم وانا بلعب باب البيت مثلي مثل اي طفل صغيرة تمام بس بلحظة يعني راح اللعب وراح الضحك كله ودخلت انا لعالم ثاني عالم المرض وعالم العمليات والوجع هلا هلا عم بتعاني من هذا الموضوع لغاية الان من اربع سنين اجت الطلقة من ثمانتاشر سنة لليوم اجت الطلقة برأسك اجت براسي نعم وعملوا لي خمس عمليات براسي لحد ما طلعوه وركبوا لي عدم الصناعي بالجهة اليمين من رأسي وسكروا عليها بس بعد ما كملوا عمليات صار عندي تلف بالاعصاب المسؤولة عن الجهة الشمال صار عندي شلل نصفي بايدي ورجلي انتي هلا بتعاني من شلل نصفي بيدك ورجلي نعم طيب وبين المصدر اللي تم اطلاق النار منه كان فيه اربع عراس بالبلد واشتكينا عليهم الاربعة نعم بالبداية حكموهم تلاتة وخمسين الف تتقسم عليهم الاربعة تمام ردوا حطوا رصاصة ضد مجهول وحكموهم براءة كل يهتم حطوا الرصاصة ضد يعني كان محكمين بثلاتة وخمسين الف دينار تقسم على اربع مصادر اعراس كانت موجودة بهذاك الحين نعم وما دفعوهم لا ما دفعوهم طلعوهم براءة وانا ما اخذت ولا اشي وانا السبعاني من انه ما بتعالج العلاج كان على نفقتك الشخصية العلاج العمليات على نفقة الجيش لانه بابا كان جيش بس بالوقت الحالي العلاج الطبيعي انا ما بتعالج علاج طبيعي نعم لانه مكلف جدا نعم ولما انا اطلع واطالب بحقي انه اكمل علاجي ما فيه ولا احد بسماني طيب خليني اسألك مبدئيا العلاج الطبيعي لا يغطى على حساب الجيش مظبوط او على تأمين خليني نحكي تأمين الجيش العلاج الموجود بالمستشفيات انا اكثر من مرة حكيت هذا العلاج انا ما بناسبني لانه كل مرة بيجيني واحد شكل اتحركي من هون لهم اعملي هاي هيك غير هيك ما فيه انا بدي واحد يعني واحد يهتم فيه يعالجني صح لحتى انا انا اساعد حالي بالحالة نعم ذهبت لطبه ذهبت لطبه متخصصين وسألتي عن كيفية علاجك وقالوا لك انه من الممكن انه تم الشفاء الكامل وعلى اساسه انت تطلبين هذا العلاج او الاشواء لا لا انا بطلب علاجي لا حتى انا الوجع يخف عني يعني وضع ايدي بالوضع هذا انا لو اني بتعالج طبيعي ما بتكون بالوضع هذا بتكون على القليلة يعني مرتخية والاسبوع الجاي الخميس الجاي انا عندي عملية انا كنت بغنى عنها هاي العملية لو اني انا بتعالج علاج طبيعي انا تقريبا من خمس سنين لليوم يعني كيف تحكي لك مثلا واحد تبرع لي بمصاري انا هنا تعالجت ما فيه ما بتعالج ماذا بتطمحين سرين انا بطمح حسا ان انا اكمل جامعتي وانا اعالج حالي لانا بتعرف يعني تعبت وانا بطلع وبناشد وبتواصل مع الناس وهذا بيأملني وهذا بيخليني يعني بعطيني امل انه انا خلاص راح اتعالج وراح اخليك شو اسمه راح اخليك عندي الدكتور اللي بدك اياه وشو ما بدك وكذا وبعدين شو بطلع كله حكي نعم انا اصلا شو طالبة انا بطالب ابسط حقي من حقوقي شو بطالبه بطالب انه انا يعني توفر لي العلاج اللي بدي اياه يعني بكفي انا حقي ضاع من 18 سنة وطلعوهم براءة كمان علاجي انا ما اخذه طيب كل ما تأخر وقت العلاج كل ما حالتي صارت اسمه كل ما حالتي صارت اسمه انا حالتي ما كانت هيك هسا انا بمشي ايدي ورا ظهري رجلي ما كانت مشيته بحكي لك الاسبوع جاي عملية يعني عملية بتموت عملت انا وانا عمري 9 سنين وهاني رح ارجع وعمله لان انا ما استمرت على العلاج طيب اتجهت الى الاعفاءات روحتي الاعفاءات بطلوا يعطوه لانه من تفعيل عسكري ما بعطوهم واصلا لو بدي اخذ اعفاء انا بدي علاج طبيعي انا حكيت مركز خاص هذا المركز انا استفدت عليه غير هيك ما عارفة حالي شو اللي بفيدني انا نعم نعم على كل الاحوال احنا مشاهدينا عم نشوف نغم تعرضت لها اصابة بعيار ناري والحمدلله الان وضيحها احسن من خلال انضمامها لها الحملة ونسرين من اربع سنين او من عمرها اربع سنين اللي هو من 18 سنة تعرضت لها عيار ناري في رأسها مما اثر الانتشار هذا المرض خلينا نحكي في الجسم كامل وادى لشلال نصفي ونحكي الان مع سيد همام المجالي بدي تحكي لي شو اللي يدفعك لتنضم لهاي الحملة اولا شاء الله يسعد اوقاتك استاذي وبنشكر قناة الأردن اليوم على استضافتنا لعل وعسى ان شاء الله عن طريق القناة رسالتنا توصل لأبعاد مدى بالبداية انا استوحيت قصة وتأسيس جمعية نغم الحياة من قصة نغم المواجدة لانه احنا كنا متابعين مع نغم مشان القرنية طبعا النغم كانت تراجعنا على جمعية الشهيد عمر المجالي التبرع بالقرنيات فعطفة العميد هاشم المجالي اعطاها اقصى درجة اهتمام لنغم بالحال والنفسية اللي كانت فيها نغم فبعد المتابعات والعلاجات افادنا الطبيب ان العصب البصري نهائيا عند النغم محروق كله والشبكية راحت فبدأنا نشتغل انا ونغم على المجتمع بالتوعية من خطورة اطلاق العيارات النارية وبعدها بفترة انضمت الى نسرين وسمعنا احنا شو قصة نسرين وشو المعاناة اللي بتعاني منها نسرين طبعا فيه حالات كثيرة مشابهة لنغم ونسرين يعني فيه معانا شاب الآن طلق بظهره شلال كامل وطالب جامعه وفيه معانا كمان صبية خمسة عشر سنة طلق بعينها فاقد عينها فمعنا حالات كثيرة وبالأيام الجاي ان شاء الله راح نتطلح من المجتمع فكانت فكرة الجمعية والحملات اللي صارت بالجمعية بدأ نوصر رسالة للمجتمع انه ارحموا بعض الطلق لما تطلع من المسدس السما ما بتبلحها طبعا صحيح ومعروف الطلق لما تطلع من المسدس سرعة نزولها على الأرض أضعاف أضعاف سرعة خروجها من المسدس نعم فانت لما تطلق العيار الناري طبعا انت عارف هم تدروح العيار الناري صحيح احنا خلنا نجيبها بشكل عكسي افترض انه حدا غيرك اطلق العيار الناري واجهب حبيب اليك صحيح انت شو نفسيتك بده تكون صحيح فانحنا منطلق الحملات اللي عنا يعني انه بدنا نوصل رسالة للمجتمع انه بدك تعبر عن فرحتك لا تطلق عيارات نارية صحيح طبعا السمن لا تبلع الطلق واهم نقدة بدنا نصد الها انه المتضررين الان يعني فيه ضرار صار عند بعض اشخاص بدنا نحاول قدر المستطانة نتواصل مع الجهات وان شاء الله انه عن طريق قناتكو بيصل صوتنا اليهم انه يدعموا الاشخاص مثل نغم مثل نسرين اللي عندهم معاناة بشكل يومي نعم وألم بشكل يومي يعني فيه بعض يعني اوكاد كانت نسرين او نغم نتواصل مع بعض يعني من شدة الألم يعني تحس الدنيا ضيقة فيها فانحنا ان شاء الله يا رب انه رسالة تصل والمجتمع يخفف اطلاق عيارات نارية ونرحم بعض به الموضوع نعم 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 انت بعد شفائك من خلينا نحكي اطلق الرصاص اللي اجت بعينك والحمد لله امورك شو بتوجهي الرسالة الى مطلقين العيارات النارية في المناسبات لا تقتل غيرك بفرحتك لا تقتل غيرك بفرحتك نسرين احكي لي شو بتوجهي احكي اللي بدك يا نسرين انا بحكي لكل واحد معه مسدس وبتخصى كان فرحان ولا زعلان فكر بس للحظة هاي اللي رصاص وعلى مين رح تنزل نعم اكبر مثال فكر بالاشخاص اللي امامك اللي احنا عمو وجودين هلأ عنا على التلفزيون وعم نشوف كيف نشوفونا شو اللي صار فينا احنا نعم يعني يقسوه على حالهم ونشوفوه اذا بيقبلوا على حالهم ولا لا نعم قبل وبعد قبل وبعد كثيرا تغيرت انه لما تكون طفلة 11 سنة كان عمرنا منطخات نعم طفلة تغيرت حياتها صرت اغيبة على المداز كثير نعم لحتى تسبب وعاهات مستديمة لاشخاص ليس لهم ذنب وامامهم مستقبل وحرمتوهم منه شكرا لكم وان شاء الله رسالتكم تكون انها وصلت يعطيكم الف عافية مشاهدينا سنذهب الى فقرة كاري كاتير مع زميلتنا مع ميس الامر موسيقى اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة